لا يفكر الكيان الصهيوني بمستقبل حربه على غزة إلا بقدر تفكيره بمخرج من المحرقة التي زج بها آلاته العسكرية وجنوده وإيقاف استنزاف اقتصاده الذي بدأ بالتهاوي منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى هذه الضغوط التي تواجهها حكومة نتنياهو أدخلتها في حالة تخبط تكشف عنها التصريحات المتناقضة فمرة تريد القضاء على حركة حماس ومرة تقول إنها تريد إضعاف قوتها وكلما واجهت خسائر عسكرية جديدة خفضت سقف مطالبها لذلك دخل الاحتلال في حالة سباق مع الزمن لتدمير ما يمكن تدميره في غزة ومن ثم إقناع مستوطنيه بأنه حقق أهدافه من الحملة العسكرية ويبدو من خلال قراءة تصريحات المسؤولين الأمريكيين أن واشنطن بدأت تفقد ثقتها بقدرة الكيان على تحقيق أهدافه العسكرية لذلك اتجهت نحو الخطاب المتوازن من قبيل أن إسرائيل لا يمكنها احتلال قطاع غزة كما لا يمكنها تغيير مساحته الجغرافية ومع تفاقم الغضب العالمي ونجاح الإعلام المتضامن مع فلسطين في إيصال صورة الجرائم الصهيونية إلى العالم ظهر التخبط في مواقف الحكومات الغربية وانتقلت إلى العمل الدبلوماسي لتمرير المخططات الصهيونية الضغوط كانت على مصر للقبول بتولي المهمة الأمنية في غزة بدلا من حركة حماس وهذا ما جاء على شكل مقترح عرضه مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكن هذا المقترح قوبل برفض مصري بحسب صحيفة وولد ستريت جورنال الكيان الصهيوني كان يملك صافرة البداية لحربه على غزة أما صافرة النهاية كما يحلو له يبدو أنها أصبحت أكبر من قدراته وصار أكبر أهدافه إنهاء الحرب بنصر شكلي وإن كان مفعما بعلامات الهزيمة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر